أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافقة الثالث عشر من الشهر الثالث لعام 1442 الهجرة باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية وجارئ حالته للنيابة العامة